فكرة عقد رعاية النادي الاهلي والحقيقة هنا أنا مش هكلم في فكرة القيمة أو فكرة الرعاء اللي هيتحطوا على تيشرت النادي الاهلي لكن الحقيقة ماتش بعد بكرة الخميس إن شاء الله موجة الاهلي وطلع الجيش زي ما أنا قلت حالكم لكن خلينا أرجع لقصة الرعاية ولللفت نظري شوية فكرة المقارنة أو المساواة اللي بيحاول بعض الأصوات أنها تروج لها وكلام هنا الحقيقة أنا مش بفكرة عاطفي لا هو كلام عقلاني ومنطقي وموضوعي جدا وتعالوا نتكلم بالراحة كده يعني أنا زمان كنت أقبل جدا زمان دا اللي هو من قبل عشرين سنة يعني في التسعينيات والثمانينيات لما ابتديت أتفرج على كرة يعني كنت أقبل جدا فكرة مصطلح قطبي الكرة المصرية أو أنه الأهلي والزمالك هم القطبين الأهم والأبرز في الرياضة المصرية لكن عشان نبقى موضوعيين وده مش تقليل من قيمة نادي كبير واسم كبير حقيقة يعني زي نادي الزمالك وحتى لما بننتقد بعض الحاجات المرتبطة بنادي الزمالك هو حرصا وخوفا ومحاولة منه أنه رموز النادي بجدد تتحرك عشان تتحسن من الصورة وتتحسن من الوضع اللي في ظننا احنا من وجهة نظرنا أنه لا يليق الحقيقة لكن في النهاية الزمالك مش قصتنا لكن بقوله في الوقت ده أو يعني في التوقيت ده أنه من عشرين سنة لا الأهلي يغرد مفردا ومش على مستوى مصر ده على مستوى قرية أفريقيا أرقامه بتقول كده إنجازاته بتقول كده جماهيريته شعبيته بتقول كده بطولاته بتقول كده والأهم من كل ده المرضود الاقتصادي نحن نهارده نتكلم على كرة مش بيكلم على رياضة بس ده في العالم كله نتكلم على الصناعة والاستثمار وعشان كده لك أنت تخيل حجم الفرق في الإنفاق اللي النهارده بتصرفه الأندية والمردود المالي اللي بيرجع عليها من رياضة كرة القدم فقط لغير يعني أنا بتهليش فيه نشاط في مصر وكلها بما فيهم كرة اليد مش نحن نتكلم ومنتغنى دايما بكرة اليد المصرية والنجاحات وكسر عالم شباب وكسر عالم كبار ولعبين محترفين في أهم الأندية على مستوى العالم لكن تعالوا نشوف المرضود أو العوائد المالية والمادية لرياضة نكحة جدا زي سكواش أو زي كرة اليد على الأندية تقريبا صفر يعني ليس صفر يعني أعصد أقول في النهاية الحزبة تطلع بالسالب وتطلعش بالموجب وإلا من رحمة ربي ممكن حتى وإن طلعت فيها مكاسب بعض المكاسب المالية لن تقارن أبدا بكرة القدم يعني لما تيجي تشوف مكاسب النادي الأهلي مش في العشرين سنة الأخيرة لكن بص على آخر تلت مواسم مثلا مشاركتك في البطولات الأفريقية وتتقوصلك للمباراة النهائية في تلت مواسم أو في خمس مواسم من أصل ست مواسم خمس نهائيات من أصل ستة تتويجك في بطولتين مشاركتك في كاس العالم فوزك بألقاب السوبر الأفريقية كل دا ليه مردود مالي كبير جدا كل دا ليه جماهيرية وليه شعبية وليه انتشار كبير جدا إيس جماهريتك إيس البراند حتى كوالتي البراند يعني العلامة التجارية اللي بتتحط على تيشرت النادي الأهلي فين وباقي المنافسين فين فهي القصة مش قصة إنه بداي يبقى زي دا أو يعني إنه لا الناس لي متفكرش كده الناس لي تفكر بيزنس ها بتكلم بيزنس لا تكلمش رياضة الراعي اللي بيحط 100 مليون و200 مليون و300 مليون على تيشرت فريق يهمه جدا جدا إن 300 مليون دول يرجع 400 و500 و600 وده ما يحصلش غير في تيشرت النادي الأهلي بس مش عشان هو اسمه النادي الأهلي عشان قمته كنادي أهلي عشان تأثيره عشان حجمه عشان شعبيته عشان جمهاريته عشان بطولاته عشان مشاركاته عشان ظهوره عالميا وإفريقيا ومحليا باسم النادي الأهلي فلا تجوز المقارنة واللي يمكن مش عارف ليه يعني حاسس إنه فيه ناس بتشد جمهور الأهلي شوية لحتة دي إنه ليه الشركة دي وليه مش الشركة دي عمر ما الجمهور ادخل في حتة الرعاية دي يعني مش فاهم أساسا ليه يكون الناس شغلة بالها في فكرة الرعاية بالتأكيد الأهلي هيحصل على مقابل مالي في العقد الرعاية الجديد هو الأعلى في تاريخ الرياضة المصرية والأكيد أكثر إنه ما فيش نادي لا في مصر ولا بر مصر على مستوى قارة إفريقيا ممكن الأمور تختلف في الخليج شوية لكن على مستوى مصر وعلى مستوى إفريقيا كل قارة إفريقيا ما فيش نادي ممكن يوصل عقد الرعاية بتاعه لنفس قيمة عقد النادي الأهلي يعني محدش يخدكم الحتة دي وأنا عارف طبعا إنه الناس حبقة حريصة أنتوا مثلا تعالوا نشوف المركاتو يعني دايما طبعا أنا فاهم عقلية المشجع اللي عايز يتطمن وعايز يعرف أخبار النادي وعايز يشوف الصفقات الجديدة لكن تعالوا بصوا المشوار كده اللي احنا مشناه يعني في المركاتو ده مثلا أنا بدي على سبيل مثال سواء كالجهاز فني أو كلعبين جرجرنا ومشينا وسمعنا كم اسم وفي النهاية صفصفت على إيه أو خلصت الحكاية على إيه فما تتشدوش هي السوشال ميديا كده يعني هو ده شغل السوشال ميديا وأنا فاهم طبعا الناس اللي بتشتغل على السوشال ميديا أو المنصات أو الصفحات اللي على الفيسبوك وعلى الإنستجرام وعلى اليوتيوب هي هو ده طبعا شغلها بس ما تتجرجرش أنت كمشجع للدخول في الديلامة دي يعني إنجازت